هاني حاب يعمل خير هو امراته فقرروا يتبرعوا لجمعية انقاذ حياة طفل لانهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للموليد لغير المقتدرين هاني لما راح مقار الجمعية اتفاجئ ان الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج اكتر من 30 الف طفل مريض 10 تلاف عملية قلب 8 تلاف عملية مخ وأعصاب 2500 حوادث طرق وعناها مركزة 2000 حالة اورام 1500 جهاز طبي للفقراء 500 طرف صناعي كفالة تعليم 10 تلاف طفل من أسر المرضى سداد ديون أكتر من ألف غارمة ممن عليهم أحكام 100 مشروع متناهي الصغر كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحسي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات هاني ومراته جابوا زمائلهم كمان يشاركوا في الخردة انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجحون شارك معانا ولو بالأليل بنك مصر فرع إزيس مشاهديا كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حالة جديدة من برنامج من أحياها ما فيه شك إن أبنائنا هم أغلى علينا من أنفسنا هم فلذات الأكبات نور العيون حبات القلوب ما فيه شك إن كل أب عايز ابنه أحسن منه عايزه أحسن من أحسن واحد في الدنيا ده مش بيجي بالساهل لازم خطة فعالة إن ابنك يكون أحسن منك وأحسن من أي حد في الدنيا أول شيء في هذه الخطة هو اختيار الأم اختيار أم صالحة للولد ليست مهمة سهلة اختيار زوجة صالحة لك مش مهمة سهلة تعالوا نعرف معنا بعض الأمور التي يجب أن تتوافر في الأم أو في الزوجة التي تختارها لنفسك في هذه الحلقة جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويشتكي له وقوك ولده فأتى أمير المؤمن عمر بن الخطاب بالولد وأخذ يعنيفه ويقول له لما تعق أبي فقال الولد يا أمير المؤمنين أليس للولد حق على أبيه قال بلى قال ما هي يا أمير المؤمنين قال أن ينتقي أمه ويحسن اسمه وأن يعلمه شيئا من الكتاب فقال الولد لأمير المؤمنين أبي لم يفعل شيئا من هذا اختار لي أما هي من المجوس وسماني جعلا أي خنفساء ولم يعلمني شيئا من الكتاب فقال له عمر بن الخطاب لقد عققت ولدك قبل أن يعقق رحبوا معي سادة المشاهدين أستاذ الدكتور دوعي النحراوي معالج نفسي معرفي وسلوكي أهلا وسلم بحضرتك أهلا بحضرتك شرفت بحضرتك النهار الله يحضر لك مشاهدي الكرام يسعدنا أن نتلقى استفساراتكم عبر الواتساب فقط 041-87-36-11 ابعتوا كل استفساراتكم وإن شاء الله الدكتورة تجاوب عليها في هذه الحلقة وإن لم نستطع إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله تجيب على استفسارات حضراتكم وعلى أيضا تليفونات القناة دكتورة لا شك أن الأب عايز ابنه أحسن منه أكيد أكيد طبعا ده مش بيكون يعني بتربية بداية تربية الطفل بتبدأ من اختيار الزوجة تمام عايز أعرف من حضرتك استعداد النفسي والعمل للخطوبة بتبدأ إزاي طيب بسم الله الرحمن الرحيم إحنا بنتيدي نتكلم في البداية خالص على إحنا حناخدها بقى من ناحية الاتزان النفسي الاتزان النفسي أو بالضبط يعني أنا لما بختار شريك ليا الشريك ده لازم يكون متزن نفسيا متزن نفسيا إزاي بيفهم إيه اللي عليه وإيه اللي له إيه حقوقه وإيه واجباته تمام هو بيلتزم بالواجبات اللي عليه وبيحصد حقوقه نتيجة التزامه بالواجبات اللي عليه بمعنى إنه مثلا إيه واجباته تجاه أسرته إيه واجباته تجاه المجتمع بتاعه فين القدوة بتاعته طريق التفكير زي القيم بتاعته سبتة ولا لأ شجرة القيم موجودة ولا لأ إدارة الأولويات هل عنده أولويات سليمة ولا لأ أولويات سليمة ولا لأ بالضبط عنده شجرة القيم موجودة ولا لأ المبادئ والدين والعلم موجودة ولا لأ في مرجعيات مشتركة ما بيننا ولا لأ هدفنا مشتركة ولا لأ يعني إحنا بنسعى دايما إن إحنا بننشئ مجتمع صالح فالاختيار هنا كحتة تفصيلية للمجتمع المجمل في سياق عام إن الفرد الصالح هو لبنى لمجتمع صالح فأنا إذا أحسنت اختيار الفرد أو أحسنت تنشئة الفرد حصلت في النهاية على مجتمع صالح منتج ومفيد طيب يا دكتورة يعني في ظل ظهور حالات الانتحار يعني في 48 ساعة تلات حالات انتحار تمام هل يتناسب الاستعداد النفسي لمواجهة ضخوط الحياة مع هذه المرحلة مرحلة الخطوبة في ظل وجود حالات انتحار هو التناسب هنا تناسب عكسي بمعنى أن كل ما قل استعدادنا النفسي لمواجهة الضغوط كلما زادت حالات الانتحار طيب الضغوط أنا بواجهها إزاي بمعنى أصح أو إيه هي الضغوط اللي تقع علينا أولا غياب الأمل ده ضغط من الضغوط غياب القدوة ده ضغط تمام أظن القدوة بتكون في الوالد اللي هو في الوالد أو غيره تمام يعني القدوة بتكون ممثلة في وجود والد أو أي قدوة موجودة القدوة غابت إيه اللي هيحصل حد الإنسان بيرغب أنه ينتمي حد تمام بيفقد شعوب الانتماء ويفقد شعوب الولاء وهنا الكرسة هنا الكرسة طبعا أنه بيفقد الهوية من غير أي حد بيبقى سهل أن أي حد يغضعه أي حد استقطاب بالزبط كده وبنسمع بقى عن الاستقطابات العديدة أو أنه بيتبع حاجات جديدة أو مما يقع بالضبع عليه وعلى المجتمع تمام طيب دكتورة يعني دي مرحلة قبل الخطبة أن الإنسان بيستعد ويهيأ نفسيا أنه هو هيدخل على مرحلة جديدة في حياته ده طبعا بتكون من أسرته والقدوة اللي هي هو بيعيش في كنفها تمام حندخل بقى على مرحلة الخطوبة طيب اسمح لي بس أوضح نقطة القدوة مش شرط أنه يكون والد أو والدة بزبط بزبط أقولت الشرط أنه يكون والد أو والدة هو بيعيش في كنف القدوة دي بيعمل الكنف ممكن ما يكونش مادة بس ممكن يكون معانوي أنا مش بقول مادة أنا بقول أنه هو يعني إيه أنه هو بيكون يعني إيه القدوة بيتمثل بها في كل شيء تمام تمام واضح واضح حقا طيب إحنا لو قلنا بقى الاستعداء للخطوبة أنا ببتدي أهل ابني أو بنتي الاستعداء للخطوبة إيه الواجب إيه الحاجات دي كلها إنت عايز تخطب إيه عايز هل إيه واجبك تجاه المجتمع اللي إنت حتبتدي تؤهله أو تؤس فيه تأثير إيجابي أو إيه المشاكل اللي إنت شايفها في المجتمع اللي إنت من خلال الخطوبة بتاعتك إن إنت حتساهم في بناء المجتمع وتساهم في بناء إعادة هيكلة المجتمع من أول جديد لازم ابني أو بنتي أهله إنه مش هي مش عملية روتينية ولكن هي عملية تمهدية لبناء أسرة تؤثر وتساهم في المجتمع إزاي أكون قائد في أسرتي تمام ده بتعلمه قبل ما يقدم على هذه الخطوة تمام عايز الخطة العامة التي أرتضيها لنفسي كإنسان هو عماد المجتمع الارتباط ده يكون يعني في خطة أو في خريطة الطريق إذا نقول تمام أنا حابب إن مثلا المجتمع بتاعي يكون مجتمع ناجح مجتمع مبدع مجتمع منتج مجتمع في كل المقومات للسعادة فبالتالي إن أنا ببتدي أنقي شريك لي بيحلم بنفس الأحلام بيحمل نفس المقومات تمام اللغة بتكون مشتركة ما بيننا الأهداف بتكون مشتركة ما بيننا تمام المشاعر والأحاسيس بتكون بناءة تجاه النفس وتجاه الغير وتجاه المجتمع تمام تكل ببتدي إن أنا أرسم فراق للأولاد اللي أنا عايزة أجيبهم أنا عايزة بالتالي أولادي يكونوا ناس محترمة ناس منتجة ناس راقية بالتفكير والعمل فببتدي أأهل نفسي للتربية من أول و جديد وهكذا تمام يعني هو هنا هيرتبط في ضوء الخطة العامة مثلا كإنسان مسلم تمام تمام مثلا هي هتختار إذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه تمام هي دي الخطة بالنسبة للبنت وبالنسبة للولد أو الشاب فاظذر بذات الدين تريباة يدك ده المقصد من كلام حضرتك صح كده ولا أنا هو صحيح احنا هنا بنتكلم عن التكافؤ الديني التكافؤ الديني التكافؤ الديني بالضبط فيه تكافؤ اجتماعي بردن هو يعني بتاخد مثلا حد مكافئ لها في النسب أو على مستوى النسب منشط الناس في الديني فاظذر بذات الديني يعني وراء الحديث ما هو احنا هنا بنتكلم عن التكافؤ الاجتماعي تمام تمام التكلم يعني عن التكافؤ الاجتماعي اه الديني احنا اتفقنا فيه تمام اه التكافؤ الاجتماعي نفس الكلام طب التكافؤ الاجتماعي هل هيكون سبب في نجاح الزيجة اكيد او انشاء أسرة معينة اكيد ازاي بمعنى ان العائلات من الطبقات المعينة لا تتقبل بعضها لا يتقبل طبقات أخرى وهنا بتنشئ علاقة غير سوية ما بين الأسرة الوليدة الجديدة مثلا أسرة الزوج أعلى من أسرة الزوجة أو العكس فبنلاقي أنه هو جو غير سوي ومليء بقى بالمعايرة والإحاقات الغير محبوبة والتنصل من السلالة أو من الأرابة والحاجات دي كلها لكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأزيجات مش عايز أقول في عنصرية تبقية مكانش فيه العنصرية التبقية دي وليكن مثلا قصة جولايبيب أن جولايبيب يعني الناس ما كانتش بترتح له وترتح لوجهه كان ذميم الوجه فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب إلى بيت فلان فقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم زوجوني ابنتكم فالأهل رفضوا في البداية لكن البنت وفقت يعني تردون على النبي صلى الله عليه وسلم أمره تمام ما كانش فيه حتة الطبقية أو ما كانش الاثنين من طبقة واحدة ده كان رفض سياب ودي كانت بنت من علية القوم تمام هو حضرتك هنا هم رفضوا في البداية في البداية لكن بأمر رسول صلى الله عليه وسلم أبله تمام يا زوجوني ابنتكم كانت فيه طبقية كان فيه طبقية بس أن رسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يدوب هذه الطبقية بالضبط وعشان فضل رسول صلى الله عليه وسلم دابت في هذه الزجة ولكنها موجودة النفس البشرية لها إن هي بتتطوق إلى ما يكافئها تمام أو إنه يمشي معاها في نفس المستوى اللي هي عيشة فيه الكفاءة مش ممكن تمشي في الكفاءة في الدين والكفاءة في العقد والكفاءة في العلم والكفاءة مثلا في الكلية أو كده يعني من ماشي الكفاءة في الطبقة الاجتماعية؟ أقول لحضرتك حاجة هو مجموعة من العناصر الكتير واللي بتساهم في بناء الزجة يعني كل ما كان أقصر العناصر إحنا متفقين فيها كانت الزجة نكحة كل ما كان العناصر إحنا مختلفين فيها كل ما أدى إلى فشل الزجة تمام بمعنى أن كل ما أنا وحضرتك اتفقنا في الكفاءة الاجتماعية كفاءة الدينية كفاءة معنوية كفاءة العقلية كل ده يبقى إذن في حاجة متناسبة مع بعضها أو متجنسة مع بعضها نعدي الحاجات دي وندخل على الأهداف لكن طول ما إحنا وقفين بنختلف مع بعض أو فيه اختلافات فإحنا لسه لم ننطلق إلى هدافنا بعد إحنا متفقفين عند نقطة اللي هو إحنا بنتحاول ندعوه بالخلافات اللي بتظهر في الأعياد في اللقاءات الأسرية في الحديث عن العائلات وبعضها في التهاني في الحاجات دي كلها بنجد فيه فروق بين المستويات المختلفة تمام طيب هل الكفاءة الصحية مطلوبة؟ أو الكفاءة البدنية مطلوبة؟ أكيد تمام عايز حضرتك توضحي أكيد وليه طيب قول حضرتك حاجة وعايز حضرتك توذكوري نمازج يعني نمازج معينة طيب أقول حضرتك حاجة نفترض أن زوج حابب أنه يكون له عزوة من الأولاد تمام وقرر أنه يرتبط بزوجة المفروض أنه يتوفر له هذه بالزبط ولكن فجأتنا أن زوجة سي مثلا أنه لا تتمتع بكفاءة الصحية المطلوبة أنها مثلا عندها إصابة في القلب تمام فده يتنافى مع قدرتها على الإنجاب المتكرر تمام أو حنلاقي فيه صعوبة فمن الأفضل أن هي يكون فيه كفاءة صحية يكون فيه كفاءة صحية تمام تمام تصال بين المخطوبات بين الخطيب وخطيبته بتكون إزاي؟ طيب هو بداية هنقول أن الخطبة هو وعد بالزواج وعد بالزواج وليس زواج تمام طيب يعني ما فيش حاجة رسمية نقدر نقول أنه هو ممكن نفصل الخطبة ممكن تتفسخ في أي رأت طبعا تمام بدون التزامات شرعية هي مش كتب كتابة أو حاجة ليس متوقف عليها أي التزامات بالزبط بالزبط طيب أنا حتصرفي دوق الحاجة دي هو الحدود اتوضحت أكتر من مرة فإذا تكلمنا عن الدين الإسلامي فهو اتوضحت في الكتاب والسنة وبرضو إذا تكلمنا عن الأديان الأخرى والديان المسيحية اتوضحت أنه بفي عفة في وقت الخطوبة أو كتب فإحنا بنتكلم هنا أن الخطوبة ما فيهاش تساهلات بزبط أطلاقا خلص والعيوب اللي أقدر أعيش معاها بعد الجواز هي دي اللي حتفضل موجودة يعني ما حطش في دماغي أن أخد فلان وفي عيوب كذا 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 حيتغير بعد الجواز ما فيهش حد بيتغير العيوب اللي حقبلها هي الحق در أكمل بيها وهي اللي حرطرت بيها في عيوب سانوية تعدي وفي عيوب جذرية ما تعديش ده يبقى ما ينفعش أن أنا أكمل الخطبة بتاعتي طب إيه اللي عيوب السانوية وإيه اللي عيوب الجذرية طب تعال نقول أمثلة أحنا مش حنحتويها كلها مثلاً العيوب السانوية أنه ما فيش هو عصبي شوية وبيقفش من أقل حاجة فإحنا هنا بنتعلم أسلوب النقاش وبنحدد الحاجات إحنا حنتناقش أنا وإنت وفي النهاية بصفتك رب الأسرى يقبى كلامك اللي حيتسمع فيه دوق عقلاني فيه دوق عقلاني فيه دوق عقلاني ومرجعية دينية معلش عايز أوضح النقطة دي برضو يعني كلامي كرب أسرى هو اللي حيتسمع بغض النظر هل هو حق أو مش حق صحيح أو مش صحيح لأ حضرتك فيه دوق عقلاني هنا يعني حضرتك حقول لحضرتك حاجة ما ينفعش أن أنت تقول حاجة غلط بالظبط وتتسمع بالظبط أولاً ما عايز أوضح أو يعني بس مين اللي يحدد أن ده غلط أو صح أولاً حاجة إحنا بنرجع الموجعيات الموجعيات بتاعتنا اللي إحنا بنتفق علي إحنا الاتنين بالظبط كده إحنا بنقس على الموجعيات وبنشوفها إذا كانت سليمة فحضرتك كلامك بيمشي مش سليمة حضرتك بترجع للصواب وحضرتك اللي بترجع مش اسمعها أن أنا بمشي رأي لا حضرتك اللي بترجع بصفتك أن لك القوامة القوامة أنا عايزة أقول قوامة التكليف وليس التشريف بالظبط بالظبط عشان في ناس بيلتبث عليها هذا الأمر وأنا عايزة أسأل حضرتك برضو في هذا الموضوع إيه حقوق الرجل الخاطب على خطبته هل إن هو يقول الكلمة تتنفذ يعني سواء كانت صح أو غلط أنا قلت كده يبقى كده تمام؟ يعني أنا عايزة أسأل حضرتك إيه الحقوق حقوق الخاطب على خطبته إيه هي مثلا هي رايحة مثلا مشوار هل لي أن أنا أقول لها ما تروحيش؟ لا طبعا هي ما زالت في بيت والدها عليها أن هي تستأذن من أهلها مش منك وإلا أنت حضرتك كده أنت بتلغي سلطة الأب هنا وحضرتك ما تقبلش أن سلطتك تتلغي بعد الجواز وأن هي تاخد إذن بابا وما تاخدش إذنك يبقى بالتالي أولا أن احنا نلتزم بالواجبات من البداية بالضبط تمام كلام باباها اللي بتسمع أو رب السيطة هو اللي بتسمع في هذا الوقت في هذا الوقت تمام تاني حاجة حضرتك حقوقك أنت تتأكد أن هي دي اللي حتصلح لتربية أولادك ولسيانة بيتك والحاجات دي كلها طيب مشاهدي الكرام فاصل سريع ونرجع لحضارك في مرة أخرى حاب يعمل خير هو ومراته فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة طفل لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للموليد لغير المقتدرين هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار عشر سنين قامت بعلاج أكتر من 30 ألف طفل مريض 10.000 عملية قلب 8.000 عملية مخ وأعصاب 2500 حوادث طرق وعناها مركزة 2000 حالة أورام 1500 جهاز طبي للفقراء 500 طرف صناعي كفالة تعليم 10.000 طفل من أسر المرضى سداد ديون أكتر من ألف غارمة ممن عليهم أحكام 100 مشروع متناهي الصغر كل دا تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات هاني ومراته جابوا زميلهم كمان يشاركوا في الخردة انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون شارك معانا ولو بالأليل بنك مصر فرع إزيس مشاهدين الكرام ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى دكتورة دعاء وجالي سؤال على الواتساب تمام من واحد اسمه محمد عبدالتواب ما حكم الخطبة على الخطبة تمام وما حكم خطبة المرأة المعتدة خلينا في السؤال الأول ما حكم الخطبة على خطبة طيب هو السؤال تعال نتناوله من منظور ديني ومن منظور نفسي من منظور نفس تمام حال نتناوله الأول بس أنا عايزة أقول لحضرتك حير هي في قاعدة بتقول إذا حضر الماء بطلت تايمون بطلت تايمون تمام يعني أنا ما ينفعش يعني هنا رسول الله عليه وسلم بيقول يخطب أحدكم فوق خطبة أخي فبالتالي أنا ما ينفعش الخطبة أن هي تتم أثناء الخطبة تمام ده حرام شرعا حرام شرعا يبقى أنا مش هتناقش فيها من ناحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالذب ولا يخطب أحدكم على خطبة أخي تعال نتناوله بقى من منظور نفسي من منظور نفسي تمام أنا بشتد دلوقتي حالة الخطيبة لما أنا أجي أتقدم لها فأنا بوقعها تحت ضغط نفسي وتحت مقونات ما بين الخطيب والخاطب الجديد والخطيب الأديم مما يجعل حكمها غير سليم وغير صحيح نفسيا فبالتالي فيه تشتيت نفسي وفيه ظلم للطرف فيه تشتيت نفسي وفيه ظلم وتعدي للطرف اللي أنا جيت عليه فهو ما ينفعش من الناحية الدينية ومن الناحية نفسية وهو في الأصل الإنسان بيرتاح نفسياً عندما يلتزم بالدين لأن الدين على الفترة فبيجد رواحة نفسية يزاكم الله خيراً حكم خطبة المرأة المعتدة يعني اللي هي في التوف عنها زوجها أو مطلقة حكمها أولاً في حلة الوفاء يعني هو أنا إزاي بفيه حدود ربنا حاطتها وأنا أتعدى الحدود دي يعني هل أنا أقدر أن أنا ماشي مثلاً في سكة وفيه قطر معدي وحطين مسلقان آفر هل يجوز لي أن أنا أعدي الإشارة وأمشي لا طبعاً ما هي نفس الحكاية يعني فيه عدة والسؤال فيه من سياقه مرأة معتدة فيه عدة لازم ألتزم بيها طبعاً لازم ولازم أن أنا ما أعرضش للطرف اللي أنا حتبت به لضغط نفسي وضغط عصبي وتشتيت وحتى لو توفى أنا لازم أحترم حالة الحزن حالة الحزن بالضبط والن أنا لا أتعدى حدودي ربنا عز وجل قال في كتابه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولكن لا توعدوهن سر ربنا قال كده في حالة خطبة المرأة المعتدة كمان تفضل يا دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل في قواعد الاتصال بين المخطوبين في سؤال تاني ورد هل يصح للخاطب أن يخوض بما لا يخصه في أمور المخطوبة؟ وهل يجوز التكلم معها واي كأنها زوجته؟ طيب تعالى نمشي بالعكس لو أتكلم معها كأنها زوجته إلا حيحصل ترتب عليها أمور كتيرة يعني الأمور دي تذل قدم وقع في المحظور تذل الأمور دي من الناحية النفسية مشيدة له ليه هولي المجتمع؟ لا طبعا يبقى بالتالي ما ينفعش ما ينفعش إنه هو يخوض في الأمور دي ما ينفعش تمام؟ كنت سألت سؤال تكلمت حضرتك في الكواليذ عن موضوع معين هل يصح للخاطب أن يعلم من مخطوبته أمور معينة بالنسبة للعادة الشهرية أو كده؟ من الناحية النفسية من الناحية النفسية ممكن في حالة واحدة بس إن هي عصبية زيادة عن اللزوم هل يجوز أن يعرف ده؟ إن هي عصبية زيادة عن اللزوم ويعرفها من والدتها مثلا أو حاجة لكن إنه هو يحصل كلام بينها في الحتة دي لا يعني أنا شايف أن دي أمور فيها تطرق زيادة عن اللزوم فيها انفتاح ولا يصح ولا صح ولا صح حفظا على الاتزان النفسي بتاعها وحفظا على أن فترة الخطوبة ما فيهاش تساهلات فبالتالي لازم يكون حكمها على الخاطب حكم منطقي وعقلاني حكم منطقي وعقلاني بالضبط إذا ما نتقصرش بأي حاجة ما نتقصرش بأي حاجة طيب يا دكتورة طول أو قصر مدة الخطوبة لها علاقة بالعملية النفسية؟ أكيد إزاي؟ كل ما طولنا فترة الخطوبة كل ما المشاكل زادت كل ما المشاكل زادت لأن فيه أطراف عديدة بتدخل في الحكاية يعني كل ما فترة الخطوبة طالت هو هيزيد العشم بينه وبينها لا أنت المفروض تسمع كلامه في حين أنه هو المفروض ما تسمعش كلامه تسمع كلام باباها ومامتها والبيت اللي هي فيه فبالتالي هياخد مواقف منهم يبقى بعد الجواز ده المشاكل للايام الخطوبة بتترتب عليها بعد الجواز وبيحصل بعد سنوات كتير يحصل انفصال أصلا هو ما كان من الأول مش طائق أهلي عشان في فترة الخطوبة هم قالوا وعملوا يعني فترة الخطوبة كانت طويلة تمام فترة الخطوبة كانت طويلة فقدت إلى زيادة المشاكل إلى زيادة المشاكل إزاي حتكتشف العيوب فيه أو يعني فترة الخطوبة دي معمولة إن هنقدر نتعايش مع بعض أم لا يعني فيه عيوب عندك أو عندك أولا لا طب إزاي في فترة سيارة حتكتشف عيوبه أو هو حتكتشف عيوبها نكون صادقين الصدق طبعا أثناء الكلام يعني نمكن حتة التجمل دي على جنبي خالص هي مش موجودة إن يكون ناس موضوعيين في الحكاية نوبرز اللي عندنا نوبرز طرابطنا مثلا إحنا حطينا الأكل أنا مش حازم عليها أقولها لا أخدي أنتي وأنا بعد الأكل أنا بخبي الأكل منها لا حقول لها أنا أحابب أكل من الحتة دي ودي 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 تمام وهي حتقولي أنا بحب كذا وكذا وكذا تمام من البداية لأن اللي بيحصل إنه بعد الجواز إحنا بنكتشف إن فيه أقنعة بتتشيل بحكم الاحتكاك بالزبط فإذا هم كانوا لابسينوا الأقنعة دي فإنتوا بتتحقوا على نفسكم مش بتتحقوا على حد تاني بالزبط طيب دكتورة لو هو إنسان بيتجمل أو كان فيه تجمل في الموضوع أو هو بيكذب عليها إزاي أو بتكذب علي إزاي نكتشف العيوب دي أو هي تكتشف أو هو اكتشف إن فيه عيب معين في خطبته أو خطبها خلينا نمر بمواقف ونكون فيها عقلانيين يعني أنا دايما بقول للمخطوبة ما تتكلميش كتير معاه في تليفون أيوة وما تتكلميش بالليل وكلامك يكون بالنهار قدام أهلك وكلامك يكون في فترات معينة للإتمانان بس ومش إحنا عايشين مع بعض على التليفون فبالتالي أنا مش مرتبط بيكي ارتباط نفسي شديد جدا 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 بحيث إن أنا ما شوفش العيوب دي لا أنا إنسان عقلاني جدا 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 ولنفترض مثلا إن فيه أعذار يعني ما ينفعش إنهم يتكلموا بالنهار هل ينفع يتكلم بالليل؟ ما يشوف قدام إخواتها أنا مفقا لكن بين وبينها لا لا مش حيبقى مجرد كلام لا ما ينفعش طب إذا كان فيه كنترول إذا كان فيه ما فيش كنترول لا بص خليني أنا حقولك من وجهة النظر الديني ومن وجهة النظر النفسي تمام وجهة النظر الديني لا يؤمن على حي من فتنة وأنا لازم ألتزم بالحدود ما ينفعش إن أنا قاعدين حدود دي تمام من وجهة النظر النفسي أنا ما ينفعش أعرض أعرض البنت لوقت هي مفتقدة في العاطفة ومفتقدة في كل حاجة أو حرك جواها مشاعر معينة عن طريق الراجل ده في غير في غير وجود أهله وجود الأهله هنا مصدر الحماية أنا أخفيه من الصورة وأعرضها يبقى أنا توضيح يعني أنت حضرتي بتقولي إن أنا ممكن يعني بكلامي معاها بصفة مستمرة في وقت معين ده بيعرضها مثلا إن هي تتعود علي بالضبط تمام لما أجي أنا نسحب لزرف معين لا قدر الله ما حصلش نصيب كده بيكون فيه ألم شديد في الموضوع جدا تمام وبيحصل الانهيارات فعلا بالضبط تمام يعني ده المقصد من كلام حضرتك بالضبط تمام طيب حضرتك عايزة تكلم في قواعد الاختلاف بين المخطوبين قواعد الاختلاف هو طبيعي حيكون فيه اختلاف هما اتنين من بيئة مختلفة من تعليم مختلفة ثقافة مختلفة قناعات وإدراكات مختلفة معالجات للأمور مختلفة فبالتالي الاختلاف مختلفة 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 والاختلاف هو أهم حاجة ما 190 فيه اختلاف انا يقلقني طريقة معالجة الاختلاف تطبيق أنه طبيعي يكون واحدات مختلفة بالاختلاف ويعني تكون مختلفة بالاختلاف hollow Tog Unter طب لو ما كانش فيه خلاف أو اختلاف الخطوبة بتبوص يعني المفروض يكون فيه قاعدة ثابتة تمام بيني وبينها في موضوع معين ألا وهو الدين تمام يكون عندنا حاجة ثابتة نتفق عليها طيب لو ما اختلفناش خالص لا في الدين أو في الأراء في الالتزام ما اختلفناش خالص ده غير صحي لا خير وبركة حضرتك بتقولي قلت طبيعي ان يكون فيه خلاف نتيجة ان فيه بيئات مختلفة لكن نفترض ان اتنين اتربوا في نفس البيئات واتعرض عليهم نفس الادراكات وكانوا بيعملوا نفس المعالجات مع بعض فما فيش خلاف ما بينهم خير وبركة تمام هو فيه سؤال تمام فيه سؤال ورد بتقول انا يعني تعلقت بي جامد تمام وقلبها معاه تمام تمام لكن يعني ده بيؤدي الى انه استغل لها وانه هو يعني عايز اقول انه بيستغل لها وانه بيفرض رأيه عليها دائما تعمل ايه؟ ترجع لقواعدها القرنية خلصة اللي هي؟ اللي هي الخطوبة مت ايه بتقول هنا مسياشة السهولة تمام تمام واضح سلميته قلبها وحبته بالبلد كده حبته تمام ده بيؤدي الى انه بيفرض بيفرض كلمته عليها وبيمشي كلامه عليها او بيرغمها او بيحرمها من حاجات معينة ازاي تتعامل مع ده؟ اولا هي في حالة ادمان نفسي له حالة ادمان نفسي له اه تمام ادمان نفسي غير صحي وعليها ان هي تبتدي بعقلانية تدرس كويس جدا اذا هي حتكمل في هذه الخطوبة الغير صحية تمام حيتطب عليها مزيد من الخسائر ومزيد من الالم اللي حتنتهي بفسخ العلاقة بعد استنزاف هائل من الصحة والنفس وكل حاجة تمام سؤال اخر هل بانكاني انقفشي سري للفتاة التي هي خطيبتي وليست زوجتي؟ احمد مصعد زيدان مش لازم نقولي الاسمش لا هو بعت اسمه لا لا ماشي بصح وقولي حضرتك حاجة اذا كان السر ده حيترطب عليه اتمام الزوج من عدمه يبقى لازم لان سي مثلا لو بعض الزياد بعض الازراج بيخفوا على زوجاتهم انه مثلا مريض بمرض نفسي معين او مر بتجربة معينة كخطبة سابقة او 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 ده نوع من انواع التدليس نوع من انواع التدليس على المخطوبة بالزبط لان هي بمنطقة البساطة في ناس كتير جدا لما تعرف الحاجات دي هي بترفض تكملها ومن حقها فكون ان انا اخفي سبب او سر عن طريقه ممكن الخطبة دي تكمل او تتلغي فاخفاقها ده فيه اجرام نفسي هايل ونوع من انواع التدليس يعني يجوز انه هو يفشي سره لها مش يجوز ده هو واجب عليه واجب عليه وهي يتقبل يترفض في اسرار معينة اسرار بيته اسرار داخل بيته لسه هي ما دخلتش بيته عشان تعرف الاسرار دي يا فندم نفترض انه عاجز جمسية من حقها تعرف وهي تقرر اذا كتحكمل او لا تمام من حقها تمام الله المستعان طيب سؤال اخر ممكن نتكلم عن زواج الاقارب هل هو صحي او لا من الناحية النفسية ايه من الناحية النفسية بيباشر مشكل كتير جدا 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 وبيتحرج الاهل منهم وبيحصل خلافات كتير جدا يا الام بتستحمل كتير لان اخوها واختها او 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 يا الاب بيستحمل يا الزوج يعني بيستحمل كتير لانه مش عايز يقطع سلة القرابة او 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 ف والله يعني من الناحية نفسية ايوة مشكله بتبقى كتيرة وجمدة قوية ومتشعبة وبتؤدي الى قطع سلة الارحم في كتير من الاوقات تمام تؤدي الى قطع سلة الارحم في كثير من الاوقات تمام طيب بعض المخطوبين او بيرسم قدامها او الخطيبة بيرسم قدامها انه ملتزم ملتزم وهو في الاساس مش ملتزم او العكس او العكس صحيح طيب ازاي نكتشف ده هالشي قادة بتقول تستطيع ان تخدع بعض الناس بعض الوقت ولكن لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت تمام فهي لو كانت صادقة في التعامل معي هتكتشف ده لو كانت صادقة في التعامل معي ولا تتجمل هتكتشف ده هتقدر تكتشف ده تمام بمعنى انه هو مثلا لو كان هو نفسه إنسان نظيف حيجيله إنذارات داخلية إن اللي قدامه إنسان مش نظيفة تزبط سؤال هو لو أنا كنت مخطوبة وجالي عريس عالي أقول له على السبب إيه قطع العلاقة السابقة العلاقة السابقة إذا كانت حتؤثر عليه في المستقبل لازم يعرف بمعنى واحدة مخطوبة تمام تمام جالي عريس تمام تقول له إن هي كانت على علاقة قبل قبل منه ولا ما تقولش ده سؤال السؤال التاني إن هي إيه سبب قطع العلاقة لو كانت مخطوبة قبل كده تقول له السبب أقول حضرتك إذا كانت السبب ده أظن يجي بإنه يكون فيه مصرحة إذا كان السبب حيؤثر عليه وعلى بيته تمام لازم يعرف لازم يعرف إذا ما كانش حيؤثر عليه فلا لا ما يعرفش طب لو كان فيه علاقة سابقة لها أو له هل يجوز له أو من الصح نفسيا إن هي تقوله أو يقول لها إن كان فيه علاقة سابقة مش المفروض إن يكون فيه مصرحة هو المفروض يكون فيه مصرحة ولكن إحنا قلنا إذا كان حيقصوا ما يقولش ما يقولش تمام نصحة حضرتك للشباب اللي بيتعاملوا مع الفتيات ده سؤال بيتلعبوا بالفتيات تحت مسمى إنها خطبتي أو حبيبتي أنصح مين الشباب اللي بيلعبوا بالبنك ومح يسمعوا نصيحة قوليها ربنا قال لسيدة أبرايل مؤذن في الناس بالحد أنا أنصح البنات أنصح البنات أولا آه البنات أولا إن أي شاب بيلعب بالبنت هو بيشوفها حاجة مش غالية يعني هو الحاجات الغالية عشان نيجي جنبها بناخد استعدادات كبيرة جدا 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 أنا عشان نيجي جنبها لكن عشان يقرب منها على سبيل المثال الحصر هو بيسمح لنا هو فيه سؤال جاي تاني بقول ممكن نصيح للبنات فالدكتورة بتقول نصيح للبنات أهي تمام تمام أولا ما تقبليش أي حاجة ما تقبلهاش الحرة تمام بمعنى ما تقبليش أنه يكون على علاقة بأكتر من وحدة تمام وأنه ياخدك أنت صديقة أو صاحبة أو يحكي لك بقى عن زوايتهم على البنات التانية أنت بحجة أنت بتعالجيه أو أو واتفر لا على قبل لا تكون واضحة وصريحة ما تقبليش أنه يتكلم مع بنات تانية في غير إطار شرعي خصوصا إذا شمل الكلام ده كلام شخصي مش علاقة زمالة أو عمل أو 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 تمام ما تقبليش أنه يبتزك نفسيا أو يخليك تقبلي حاجة أنت مش عايزة تقبليها تمام ما تقبليش أن كرامتك تتهان أو أن تعملي حاجة مش المفوض تعمليها تمام جزاكم الله خيرا الدكتورة نوعاء يعني الحوار مع حضرتك ممتع وشيق للغاية لكن على طول الوقت بيجري ويعني والله إن شاء الله بإذن الله في حلقات أخرى قادمة وقدمة إن شاء الله نتناقش مع الدكتورة في الأسئلة دي ولو عندكم بعض الاستفسارات الأخرى ارسلوها وإن شاء الله الدكتورة تناقشها في الحلقة القادمة إن شاء الله ويعني والله المستعان يعني حاجة عايزة أقولها قبل ما نربي أولادنا لازم نربي نفسنا الأول اختار زوجها صح اختاري زوج صح مشاهديك كرام في نهاية الحلقة لا يسعوني إلا أن أشكر حضرتكم على الحسن المتابعة وأشكر الدكتور دعان حراوي معالج نفسي معرفي وسلوكي شرفتنا وقت يا فندم النهاردة شكرا شكرا فت الحلقة النهاردة وأثريتي الحلقة بمعلوماتك الجمدة وربنا يسر الحال إن شاء الله في الحلقات الأخرى إن شاء الله في سلسلة في هذه السلسلة ببرنامج من أحيا وإن شاء الله نتعلم أشياء جديدة وجديدة مشاهدي الكرام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته